اشتركوا في القناة في بستان القرآن بصحبة الخلان طاعة للرحمن ومحبة بالنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين من هنا من عقر الرئيس المالية في بلاد السروج نوصل سلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا محمد يا رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق الأخوة هنا في مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن يقرؤونكم السلام كان المجلس مجلسا جميلا والحمد لله يعني كان دافئا جدا طبعا دافئ من جميع الجهات وبالأخص في حب الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي ذكره وفي اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبحب فعل الخيرات وقراءة القرآن والتجول في بين الآلئ سورة البقرة نحن في الصفحة 35 من سورة البقرة وقد وصلنا إلى الآية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد وصلنا طبعا الأخوة الذين يشاهدوننا بإمكانهم يعني المشاركة الذي يحب أن يشارك معنا بالبث المباشر إن خطرت له خاطرة من الآلئ الموجودة في هذا البستان الجميل بستان سورة البقرة فيمكنه أن يطلعنا عليها أو يرينا إياها أو وجد نكتة أو وجد شيئا جميلا أو تعبيرا لغويا مميزا أو حقيقة يعني هذا يسرر خاطرنا يعني يا إخوتي قبل أن نبدأ بهذه الآيات نحن الآن في الآية 221 222 223 بسورة البقرة قبل أن نبدأ بها أحببت أن أذكر أمرا إذا كنت يوما من الأيام تريد أن تلقي محاضرة أو تطرح أطروحة أو تتكلم أمام جمع فمن الخطأ الذي يحدث كثيرا هذه علمني إياها باحث في أمراض القلب في مجمع كارولينسكا الطبي حين كنت أجوي دورة قبل حوالي 20 سنة من الآن في مشفى هودينجي وكان هذا الطبيب قال لنا كان علينا أن نقدم محاضرة فقال إياك يوم من الأيام عندما تبدأ بإلقاء محاضرتك أن تعتذر قبل أن تبدأ المحاضرة إياك ثم إياك تقول أنا ممحضر أو أنا سامحوني بجزء أخطئ أو كذا لا تقول هذا الكلام في بدء محاضرتك أبدا أو في بدء طرحك لماذا؟ لأن الإنسان بشكل عام يعني ينظر إلى نفسه أنه مقصر وليس على ذلك المستوى ولكن الآخر الذي يستمع لا يعلم هذا الشيء فربما أنت تعجبه ويعجبه كلامك وربما الله سبحانه وتعالى عندما تبدأ في الكلام يشرح صدرك ويحلل عقدة من لسانك فينطلق لسانك فتتكلم كلاما جميلا يعجب الجميع فأنت عندما تعتذر في البداية فأنت توحي للناس أن هناك نقطة سلبية وهذا خطأ ضعهم هم يحكموا أنت تقول بسم الله توكلت على الله وانطلق وأعطي ما عندك وأترك الباقي إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون هذه في هذه الآن في آخرها قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون شوفوا هذه هي النقطة التي أنا أحب دائما التركيز عليها لكن الكلام اللي قبله واضح خلاص لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا هذا كلام واضح ما فيه يعني شغلة معقدة لكن لكن اللي بعده ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون والآيات اللي قبلها قلنا بالآيات اللي قبلها قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال بعدما قال يسؤونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بعدما زق الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات هناك في هذه الآية كذلك يبين لكم الله الآيات لعلكم تتفكرون ثم تنتقل الآية الأخرى في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هذه في بعد ما تكلم عن النكاح مشركين والمشركات قال ماذا ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون قبلها قال لعلكم تتفكرون هون قال لعلهم يتذكرون هون 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 الإبداع هون بقى أهل العلم الحقيقي في الله سبحانه وتعالى يوضح لنا ما معنى هذا الكلام يا إخوتي لن ندخل يعني في التفاصيل والنواحي الفقهية كلام واضح جدا الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكح المشركة يعني بات حرام على المسلم أن ينكح مشركة وأن ينكح المشركة مسلمة ينكح المشرك مسلمة حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعون على عقيد هذا الكلام سيد قطب الزواج يا إخوتي شيء عظيم في الإسلام أخونا أبو سفيان شو قال عمين صح يعني أخونا أبو سفيان أننا لحنا بعد ما خلصنا المجلس استمعنا واتناقشنا طبعا المجلس أهل القرآن له طريقة معينة أنه كل إنسان الموجودين معنا يبيد لي بدلو شو الله سبحانه وتعالى هو دخل على هالآياتي استمع هالآياتي دخلت من أدني هوني تفاعلت مع خلايا يسمو كل آياتها بعدين بتصير خلايا يسمو بتشع بتشع من هذه الآيات هذا الإشعاء الحنا هذا اللي بدنا من كل شخص أنه شو أنت شعت شو أثرت فيك الآيات كيف حركت لك الزبذبة تبع الخلايا تمام فأخونا بزفيان شو قال قال أخي أنت اشتريت سيارة بعدين ما عجبت بتبدلها اشتريت بيت ما عجبت بتشتري غيره بس الزواج صعب جدا زمان كنت عم بيحكي مع واحد بالنسبة لنا لحنا صعب جدا بس أحكي لكم أنا كنت مرة بيشتغل مع دكتور سويدي من النوع الطراز القديم كبير في السن فقد لونه نظرة تختلف عن نظرة الجيل الجديد يعني أي نظرة القديمة فكان هو خلصنا الدوام فقال لي لا حيروح علي الباص قالوا طب استعجر روح قال لي لا بيروح باص قال لي شغلتين هتركض وراهم الباص والمرأ بيروح باص بيجي باص بتروح مرة بتجي مرة شوفت طريقة التفكير تبعوني عندهم سهولة جدا في الطلاق والارتباط بيبدل بتروح واحدة بتجي واحدة نحن بالنسبة إلنا صعب يعني صعب جدا لأنك أنت بتقعد تحسوم المسلم الحقيقي بيحسبها كتير قالوا لواحد قالوا لواحد طب هاي مرتك شريرة ومؤزية وعم تأذيك وكذا طب ما تطلقها وتتركها خلص لك قالوا والله بخافي تجوزها واحد بعد مني يبتلى فيها خلي عندي أنا أحسن ما آثر ما يبتلي أخ بدأ فيها بعد مني يعني عن جد يك بفكر الواحد الإنسان المسلم الحقيقي الذي يخاف الله بيحسبها مليون حساب بيقول لك أنا إذا طلقت له هاي المرة شو بده يصير فيها وشو ما بده يصير وهي بيحسب مليون حساب ما بيزدتك والله كيف ما كان فيعني اختيار الأسرة اختيار العائلة هذا شيء مهم جدا في الإسلام وأهم شي قال لا تتزوجوا في الحديث في الحديث أنا أعرف مدى قوته لكنه ورد في ابن ماجة قال لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل يعني المرأة لما تكون جميل بتختار بجمالها بعدها أنت بصير كل دقيقة بتخاف حدا يطلع عليها كل الناس بيطلعوا عليها يعني ما بترتاح ما بترتاح وإذا كانت زنقيلة بتشوف حالة عليك بمصرياتها طبعا مول كل بس اللي احنا عم نحكي احتمال أما إذا كانت ذات دين فهي إذا نظرت إلي نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في مالك وعرضك فلا تقول الله أمي لكم يا أخي أمي لكم يا مسلمين خلص لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا إذا آمنوا خلص إذا آمنوا ما فهم في مشكلة لكن طالما هي مشركة نصيبة كبيرة يعني يعني نصيبة كبيرة بشرح لك يا الله سبحانه وتعالى قال أولئك يدعون إلى النار اشفوا يعني التعبير هذا هون هون الجمال التعبير لو أنني عالم باللغة لو أنني عالم باللغة كنت سبحان الله كلما كان إنسان قوي باللغة العربية كلما يعني قوي إيمانه بالله وحبه دل القرآن من الإبداع في المعاني أولئك يدعون إلى النار يعني تعال عن النار طبعاً شون تعال عن النار لو أني يأتي أنا أقول لك تعال نطلع على السهرة في هون في كافيتيريا بستوكولم بيجيبوا رقاصة وفيها أرقيل تعال 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 أنا وين عم بدعيك عم بدعيك للنار النار النار صور النار صور النار يا ناس النار النار اللي شافوا حرايق استراليا أنا من وقت حرايق من قبل حرايق استراليا كلما بدي أطبخ طبخة بوعد بتخيل نار جنم والشوي ونضجت جلودهم وقودوها الناس والحجارة زفيروها يعني فتصور أن هذا أولئك يدعونا إلى النار والله اليوم بدنا نطلع نسهر اليوم بدنا نروح اليوم بدنا نجي اليوم نشرب خمر ناكل يعني ما بترتاح أبدا يوم من الأيام إذا تزوجت هذه المشركة لأنها طبعا سوف تؤثر على أولادك وأولادك أهم شيء لذلك قال ماذا قلت أبو مجل تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس لما أنت بدك تشتري تروع المدرسة إلى أبنك بدك تحطوله أبنك مدرسة لا كده عم عم تدور بدك تشوف المدرسة هاي كيف نوع الأساذة تبحها وقدش نسبة التعليم وقدش عندهم أحصائيات وكذا هذا إذا أنت بدك إنه مشان مدرسة فأنت ودك تختار النطف تبعك الذرية تبعك هاي بدك تختار لها من عائلة تكون عائلة ذات دين وذات علم وقوة وصحة جسدية أنك أنت تخير لأولادك هذا نعم لائك يعني الجز تعجبك واحدة مشركة مشركة هذه تعجبك ولكن الله سبحانه يقول لك والله هو الذي خلقك قال لك لأمة مؤمنة خير الأمة يعني إذا مثل ما قال أخونا مجد الدين قال يعني مقصود فيها أنه يعني مرتبة المرتبة ضعيفة في أخت عم تقول أنه حديث العرق بالساس ضعيف جدا اللي بدي يقول لك يا أختي بغض النظر عن هذا إذا كان هذا الحديث ضعيف أو غير ضعيف لكن نحن نعلم أن الجينات تنتقل فالإنسان يعني ما ينكر هذا تأثير صحيح البيئة لها تأثير لها كمان الجينات لها تأثير هذا شيء يعلمه البيولوجيا بشكل صحيح يعني تؤثر جدا بمستوى الذكاء ومستوى الطول ومستوى مختلفة يعني بالنسبة للصفات الجسمية الجسمية يعني الجسدية وحتى النفسية أيضا لها متعلقة جدا بال يعني اللي بتجوز من عائلة كلها علماء وكلها أسازة جامعات غير اللي بيزواج من يعني من عائلة مثلا ما متعلمين يعني في فرق طبعا أكيد في فرق العبد المؤمن والأمى يعني اللي كان عزمانهم كان في مستويات كان في حر وكان في عبد الآن الحمد لله خلصنا الله سبحانه وتعالى رحم الإنسانية من هذا نظام العبودية الحقير الذي يعني نبغضه بغضا شديدا إنه كان يعني الناس تعامل تستعبد بعضها بعضا وإن كان هذا لا زال منه شيء لكن بشكل آخر على كلين كانوا قال لو يأخذ عبدة أو عبد مؤمن خير من واحد حر وشايف حاله لكن مشرك وهذا صحيح يعني دي كما لا كنت عم بحكي مع واحد كان نفكر دائما إنه أولادنا بالدنيا هنا هون أهم شيء بروفيسور بالجامعة صحيح إحنا أبننا يا بروفيسور بالجامعة بس أنا شو بفيدني ابني إذا كان بروفيسور بالجامعة وما بيركع على ربه ركعة ما بيحط أراسه على الأرض لأله مرة يتضرى بالشهادة تبعه وكل يات أنا بيجيني عندي على المستشفى بروفيسورية كتير بآخر عمرهم بروفيسورية وأسادة جامعات ورؤساء شركات عالمية وناس سياسيين وكذا وآخرته بيخرف وما بيقدر ينظف من تحته ويعني إنسان إنسان إذا ما إنسان إذا ما كان هذا إبنك إذا ابنك بده يطلق أحسن واحد بالعالم يستلم إمام المتعدة لا سجدي ولا بيتصل فيك ولا بيتطمن عليك ولا بيجي بيشوفك أنت وآخر عمرك تضرب اضرب هو الشهادة تبعه إذن هذا هو المهم أنت إبعي الله سبحانه وتعالى إن يكون ابن كبار فيك شو بتستفيد منه شو بتستفيد منه إذا كان أغنى رجل في العالم وأعلى درجة من العالم من العلم ولكنه لا يعتني بك ولا يتصل بك ولا يبرك ولا يحن عليك قلبه قاسي ما يتصل فيك بالسنة مرة أشي بدي فيه أنا ربيته هذا نعم اللهم سبحانه أولاك يدعونا إلى النار أولاك يدعونا إلى النار تفضل تفضل تعالوا عن النار طبعا كل واحد بدي بعدك عن الله أدعم أعدك عن النار بس أنت ما لك عرفان عم تضحك عم تضحك وبليس واقف وراك عم يضحك عم يضحك عليك وبليس يقول خليه ياخده خليه ياخده والله أنا مكيف يا رجل هذا بليس شغلي يا زل أقسم بالله بتلقيه مبسوط مكيف أنا واحد واحد يكون عم يقول له التاني تعال نروح على البوب نحن نسهر وروح نسكر ونعتدي على البنات ونزني ولا حول ولا أخوت إلا بالله إذن الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله يدعوك كيف الله يدعوك إلى الجنة في هذه الآية قال الله يدعوك إلى الجنة والمغفرة بإذنه إذا أنت إذا أنت تزوجت إمرأة مؤمنة تخاف الله بهذه الطريقة الله يدعوك إلى الجنة وإلى المغفرة يغفر لك ذنوبك ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون يعني شلون يعني شلون طبعا احنا شايفينه شفنا بعيوننا والاخوة حكوا كتير ومر على راسكن انتم كمان كتير قصص حكايات صارت انه واحد الله سبحانه وتعالى راح تزوج وحده مشركة وضاع هو ولاده طبعا الكتابيات الكتابيات يعني اهل الكتاب هادلون مستثنون من هذه الآية هنين صحيح مشركين لكنهم مستثنين بهذه الآية في آية اخرى في صورة النساء طعام اهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب صح هي الآية نعم قال هذه اليوم هذه مهي اعتذر اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اللي هم اليهود والنصارى اليهود اكيد لان اليهود موحدين توحيد يعني اليهود الملتزمين توحيدهم يعني شديد جدا موحدين جدا اليهود يعني يتشددون جدا في موضوع التوحيد لله سبحانه وتعالى حتى انهم لا يذكرون اسمه يقولون هاشيم هاشيم الاسم يعني اسم الخالق الله سبحانه وتعالى لكن هنا النقطة تدي لكم ياها الله شو ما شو الكون الله شو الكون الكون والمحصنات يعني العفيفات من الذين اوتوا الكتاب يعني مو بروح تاخد واحدة كتابية لا بتؤمن بالله ولا شي والديسكو كل نهار وتعري وتقل لي هاي والله من اهل الكتاب بجوز اسجوزها لا قال لك الحرائر العفيفات المحصنات في منهم في منهم كتير يعني موجود يعني حتى في السويد موجود يعني ما منقدر نقول يعني بعرف في بنات يعني مصرانيات او يهوديات يعني شيء فاخر حقيقتا بالاخلاق يعني والانتزام لا ناصحكم بهم اخوه ابو اخوه ابسوفيان الكون خدوا سورية والله سوريات الزراف بكتا مصنع مصنع نعم يا سيدي هلا بعد منها الله سبحانه وتعالى يقول يأتي الى امر اخر قال ويسألونك عن المحيض شوف القرآن القرآن في توضيح لأمور واحد احنا منخجل مثلا نحكي مع اولادنا بامور تتعلق بالجنس وتتعلق بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بيروح الولاد والبنت ما بتعرف فبيجوا بالمدارس بيعلموهم بهم بالمدارس بيعلموهم بيسموا عندهم شيء اسمه التدريب الجنسي سكسوال اندر فيسلينج بيحكو لهم كل شيء بطريقة يعني غير يعني طريقة مفضوحة وطريقة يعني بالنسبة ان في اشياء ما توافق معنا بالمرة يعني فالله سبحانه وتعالى قل لك اسألوناك عن المحيط قل هو اذى هلا هنا نقطع للك يا في ناس يعني انا اتفاجأ احيانا عندما يأتي عالم كبير ويتكلم يريد ان يبرهن على صحة القرآن علميا فيؤدي به الى ان يقول معلومات علمية خاطئة حتى انه هون قال الله سبحانه وتعالى هو اذى خلاص يا اخي هو اذى ضروري نقعد نجيب تفسيرات من هون ومن هون وبصير سرطان وما بصير سرطان وهي الكغلات هذا ممكن استأنس فيه لكن ليس هذا هو مهمنا بالقرآن خلاص قال لك المحيط هو اذى العلماء اصلا بانفسهم قالوا ما هو المحيط هل هو وقت الحيط الفترة التي تحيط فيها المرأة هل هو مكان الحيط هل هو دم الحيط يعني لها تلت معاني كلمة المحيط يسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط اعتزلوا النساء في المحيط المقصود فيه هنا الوسطية بالامر بين اليهودية التي تتشدد كثيرا اليهود يا اخوتي اليهود المتدينين عندهم عندهم ايضا الغسل وفي كل مكان لا بد ان يكون اي جالية يهودية لا بد ان يكون عندهم مغطس لانه عندهم الغسل ما بيصير تكب المي لازم تنزل من المغطس ففي كل مكان فيه يهود فيه مغطس بينزلوا فيه مشان يطهروا بينزلوا بقلبه وبيطلعوا هذا عندهم يعني مهم جدا فكان وهم عندهم انه المرأة لا يزوج جماع فيها مو بس وقت وقت الحيط بده كمان يترك مبعا في ثلاثة ايام قبل وثلاثة ايام بعد يعني المهم انه اخر الشي بصفة الفترة عند اليهود التي يجوز لرجل ان يجامع زوجته من الشهر كله خمسة عشر يوم فقط خمسة عشر يوم طبعا هذا صعب جدا لمن يعلم انه خمسة عشر يوم بده يكون ما يقترب من زوجته وكانوا زمان اذا كانت المرأة طحيض يعني في الحيض فكانوا يعتزلونها تماما فلا يقتربون من غرفتها ولا ينامون معها في غرفتها ولا هذا تشدد تشدد ليس هو في الاسلام اسلام لا الاسلام في الاسلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وحديث كثيرة واضحة جدا وكانوا يسألون عائشة وكانوا يسألون حفصة النساء بالنسبة لهذه الأمور ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز فالاسلام المرأة عندما تكون زوجته حائض فهي يجوز له ان ينام بجوارها وفي نفس السرير وكل شيء إلا المنطقة يعني إلا الفرج فلا يجوز له الاقتراب له فذلك ما يجوز يعني في فترة الحيض حتى قال حتى يطهرن يطهرن يعني خلاص خلصت الدورة فهذهك يطهرن هلأ أشوف فإذا تطهرن أي أنهن اغتسلن تطهرن الإسلام شيء رائع بالإسلام الطهارة والنظافة لا يجوز المسلم أن يكون وسخا أبدا ولا بأي شكل يتوضأ في اليوم خمس مرات أي كالو كان علي يسده من الدرن ما كان وهو يغتسل في اليوم خمس مرات لا ذهب ذلك الدرن خمس مرات يتوضأ كل صلاة بالإضافة إلى الغسل غسله إذا من الجنابة وغسل المرأة من الحيض فإذا تطهرن فأتوهن قال بعضهم أحدهم قال أن هذا على الوجوه أن يأتي زوجته عندما تطهر ولكنه على الندب والله أعلم يعني لأن المرأة بعد سبعة أيام مثلا من الدورة إذا كان دورتها سبعة أيام أو خمس إلى سبعة أيام يكون الهرمونات يكون عندها رغبة فلذلك قال فأتوهن يعني روح لعن زوجتك ونام معها ومن حيث أمركم الله يعني ما بصير في أشياء أن في الإسلام حرام ما يجوز تأتي المرأة من حيث أمرك الله في ذلك الموضع الذي خلقه الله لذلك الشيء لا يأتيها في الدبر لأنه حرام في الإسلام لأنه موضع القضارة وهو حرام حرمة شديدة يعني نعم فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يعني إذا الواحد غلط بتوب إلى الله سبحانه وتعالى الله يحب التوابين والله يحب المتطهرين الذين يعني يلتزمون بالطهارة النظافة الاهتمام فيها بشكلها الحقيقي اهتمام بالغسل اهتمام بهذه الأمور الشرعية ثم هذا التصوير اللوائع الذي يليه نساؤكم حرث لكم اليوم أنا وطالع بالسويد لأنه الدنيا دافية صارة بشكل مطبيعي شفت الفلاح كان عم يفلح فشميت الأرض السعطة مي وشاء المحراث المحراث يشق الأرض فسبحان الله ذكرت أنه اليوم عنا هذه الآية نساؤكم حرث لكم سبحان الله يعني تشبيه إنما الإنسان يحرث لماذا يحرث حتى يزرع أنت تريد أن تزرع وتريد زرع يطلق يكون زرع طيب ليس زرع خبيث صح ولا لا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أن ناشئتم لكن بالطريق الصحيح يعني بالطريق الصحيح يعني مثلا لا يهم الطريقة الوضعية الاقتراب إنما المهم أين يتم الاقتراب في أي مكان في مكان الحرث المكان الذي يجب الزراعة فيه ما تضاعه في مكان لا هو مكانه هذا حرام وهذه جاءت لأن اليهود عندما جاء المسلمون هاجروا إلى المدينة فكانوا اليهود يرون أن في وضعية معينة بالاقتراب من المرأة هذه بالاجتباء قالوا أن الولد لو قام يكون ولد أحوال فصار مشكلة بين النساء الأنصار بين نساء الأنصار والمهاجرين أن المهاجرين ما كان عندهم هذه الشيء لا يهم هل هو استقبال أو اجتباء لكن المهم أن يكون في الموضع مفسه فاختلفوا فواحد زوجته أتله لا وكذا فسألوا عن طريق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ربما حفصة سألوا فقال هذا فأتوا حرثكم أنا شئتم فأتوا حرثكم أننا شئتم وقدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم ما معناها الله أعلم أنا هنا لا أعلم بالضبط إذا كان شيخنا الله يبارك فيه فعلا في معنى شيخ الله يبارك فيه حبيبنا إذا كان يبين لنا قدموا لأنفسكم أنا فهمتها أنك تقدم لنفسك عندما يكون هذا الوضع وتأتي حرثك في مكان الذي في مكان الحرث يعني في مكان الذي أمر الله به وتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا يقدموا لأنفسكم وأنت عن قدم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فحينها يكون أنت تقدم لنفسك لأن ابنك هيكون الشيطان لن يكون له فيه نصيب وقدموا لأنفسكم وعلموا واتقوا الله اتقوا الله بكل شيء اتقوا الله من الآخر إلى البداية ترجع إلى الوراء اتقوا الله من حين اخترت الزوجة الصالحة لأولادك اخترت الأرض الصالحة لحرثك ولبذرك وزرعك اتقوا الله حينما قمت بالأمور بالطريقة الصحيحة اتقوا الله حينما تجنبت أن تتزوج المشركات لأنها حرام واخترت الزوجة الصالحة التي تكون هي السكن لك حقيقة وتكون أما مدرسة لأبنائك تربيهم على الإسلام وتربيهم على أخلاق الإسلام واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله الله بس الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ويبشرنا أنا قلت للأخوة اليوم أنه أنه لازم ناخد معنا تيك هوم مسيج يعني من الخلاصة يعني هاي آخر بعد ما بيضطي الواحد شو أخدت أنا فكرة معي طبعا نحن فعلنا الآن مع الآيات وكنا مع الله سبحانه وتعالى والملائكة تحفنا وسكينا تنزل علينا وستمتعنا في اللغة العربية رغم أننا ضعفاء جدا بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في العربية وأيضا نأخذ معنا بعض الخلاصات التي نريدها فالقرآن ممتع جدا اللغة العربية أساس لفهم القرآن في القرآن كثير من التعابير الرائعة التي لحد الآن هناك مجال لدراستها والوصول إليها وإلى أفكار جديدة فيها الله سبحانه وتعالى نهانا عن نكاح المشركيات وأن ننكح المشركين بمعنى أنه أنه يا حبيباتي أن ولا تمكحوا أي النكاح يجب أن يكون من ولي هذا دليل على أن الولي لا نكاح بلا ولي الولي شرط من النكاح لذلك قالوا لا تمكحوا أول شيء قال لا تنكحوا لا تنكحوا أنتم الرجال ولا تنكحوا المشري كينة نعم الله يزيك الخير يا دكتور بالنسبة لموضوف يقدموا لي أنفجكم قال هذا هو تفسير ابن عباس إذن وأنا بألك أيضا خود وحدة تريحها رأسك مو سهل تغير المرأة السيارة متل ما لدي تغيرها لكن المرأة بدك تعيش معها طول حياتك فلذلك من الأول اختار شيء مرتب هاي مصلحتك الطمث هو أذى وما في داعي نقعد نعمل أبحاث معنا شو أذى خلص يا أدمك وقت الطمث ووقت راحة للرحم دم الدم هذا بده يخرج وهذا الوقت ليس هو وقت الإبذار لأنه لا يتم حمل فيه فلذلك خلص هذا بتعد عنه واستمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم وأتوا حرثكم من حيث وشئتم بالطريقة التي تحبون لكن في المكان الذي الله سبحانه وتعالى سمح به والامتناع عن كل شيء غيره واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين هذه هي يعني بشكل عام الآيات التي تطبخنا إليها في هذا اليوم في هذا السيران نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله متقبلاً لوجهه الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجبر خاطري صلي أنا عم بدعو لمجالس أهل القرآن خمس سنوات أو أكثر من خمس سنوات من عام 2014 كان أول في البداية في أخ اللي كان بتركيا بده يساوي مجلس مثل هالمجالس هاي في طبعاً مجالس تدبر القرآن في أماكن مختلفة لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه حدا يتصل فيني اللي والله أنا ساويت مجلس بكارلستاد أو ساويت مجلس بكيب تاون بساوز آفريكا أو بميلبون أو بنيوزيلندا يكون في مجلس يخلي أهل القرآن شبيه بمجلسنا يجتمعوا في الناس على أنه يدخلوا بكتاب الله ويشوفوا شو هالعماء قالوا شو آل الواحدي شو آل الواقدي شو آل النابلسي شو آل السعدي شو آل طهر بن عاشور شو آل ابن كثير شو آل الفخر الرازي شو آل الطبري شو آل السعدي والقشيري وغيرهم يعني كثيرون مئات الأحاديث حتى في قناة في قناة مبالح صدفة أنا أبحث وجدتها على قناة على اليوتيوب كل ياتها فقط يلا دكتور ساوينا واحد بالمالديف قالوا بالمالديف يلا ساوينا واحد بالمالديف خلينا نشرح صدرنا صافي مجلس لأهل القرآن وأحباب الرحمن بالمالديف في قناة اسمها تفسير صورة البقرة يعني كل القناة بس بجيب لك تفسير علماء مثلا بارح سماعة مثلا على تفسير ابن عثيمين رحمه الله أحبه لابن عثيمين أنا كتير في تفسير صورة البقرة بعض الآيات في تفسير كثيرة لكن متل ما تكون أنا الشغلات الممتعة اللي بدها من فعلا للناس الخبراء يفكسرون إياها شو قال ليش الله سبحانه وتعالى عمي إنا كذلك يبينوا الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون طيب شو هي في الدنيا والآخرة شو هاي هون بدي أنا هادلون هون بقى العمق بيدخل بقى والفهم التقيل تبع المراتب العليا يعني الله يفتح عليكم يا رب والله يزيكم الخير في حدا من الأخوة بيحب يضيف أخوكم أب مجد حكى قصة فعلا مؤثرة حفوا أخونا أب محمد حكى قصة مؤثرة جدا وهي قصة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها وعن زوجها أبو العاص ابن الربيع التي هي هي أسلمت وهو مشرك وبقيت عنده في مكة حتى يعني قصتها مؤثرة جدا الحب والإخلاص مع أن تحمل زوجها وهو مشرك وهو لم ينساها حتى بعد أن طلقها لسنوات وعندما عاد برجولته وأسلم ثم تزوجها مرة أخرى ثم عاشوا مع بعض سنة ثم توفيت رحمه الله رضي الله عنها ولم يصبر بعدها كثيرا أبو العاص ابن الربيع توفيها بعد ذلك بسنة رضي الله عنه أيضا فشوف يعني العلاقة الإنسانية بأعلى مراتبها حينا نكون أمور حساسة جدا يعني هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوى كان رجال كان رجل كلمته كلمة وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى بوعده وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعد يعني أن وكيف هي أجارته عندما جاء عندما جاء إلى يعني الصة جميلة جدا كل واحد يعني يستمتع فيها جدا وإنسانية حقيقية فالحمد الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي على سييدنا محمد وعلى آل سييدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم